يعاني اليمن ضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة وتوقف تصدير النفط الذي كانت إيراداته تشكل 70% من إيرادات البلاد سجل الريال اليمني أدنى مستوى له على الإطلاق وتراجع بشكل كبير أمام الدولار في سوق الصرف المحلية عقب قرار البنك المركزي اليمني وقف ضمانات واردات السكر والأرز للتجاري والشركات لينخفض إلى 270 ريال مقابل الدولار و70 ريال مقابل الريال السعودي الحرب جعلت ثلاثة ملايين شخص ينضمون لصفوف الجياع الجدد بحسب منظمات دولية منها منظمات الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاوة التي حذرت من مجاعة تلوح في الأفق حيث يعاني أكثر من 14 مليون من نقص الغذاء وانعدام الأمن الغذائي بينهم أكثر من 7 ملايين يواجهون انعداما حدا للأمن الغذائي هناك أكثر من 21 مليون بحاجة عاجلة ومسى للمساعدات الإنسانية أي 82% من السكان وبحسب تقديرات البنك الدولي ارتفع معدل الفقر إلى 54% من السكان وارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى نحو 60% فالحرب أخرجت 3 ملايين شخص من صفوف العمل من أصل 5 ملايين قوة عاملة وتوقف نشاط القطاعين الصناعي والتجاري بنسبة تصل إلى 60% اضطرت فيها 10 شركات عالمية لمغادرة البلاد ليهوية إنتاج النفط يوميا إلى 105 ألف برميل عام 2016 مقارنة بـ 400 ألف برميل عام 2011 وفقدت البلاد إيرادات تقدر بنحو 4 مليارات دولار بعد توقف العمل بميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بمحافظة شبوة التي كانت تديره شركة توتال الفرنسية أما صافي احتياطي النقد الأجنبي تقلص إلى أقل من ملياري دولار مطلع عام 2016 من أكثر من 3 مليار دولار في يناير من العام الماضي